اشتركوا في القناة ورحب ترامب الذي يقوم بزيارة تستمر أربعة أيام لليابان بمساعدة آبي في التعامل مع إيران بعد أن ذكرت تهيئة التلفزيون اليابانية أن الزعيم الياباني يدرس القيامة بزيارة لطهران في وقت قريب أعتقد حقا أن إيران ترغب في إبرام اتفاق وأعتقد أن ذلك ينم عن ذكاء وأعتقد أن هذا يمكن أن يتحقق أمامها فرصة لكي تصبح دولة عظيمة بالقيادة نفسها نحن لا نتطلع لتغيير النظام أريد فقط أن أوضح ذلك نحن نتطلع إلى عدم امتلاك إيران أسلحة نووية